اشتركوا في القناة الولايات المتحدة والفتوكل وزارة الداخلية الى انه من الممكن للمواطنين البحرينيين الراغبين بالاستفادة من البرنامج البدء في انشاء حساب للتسجيل في البرنامج ودفع الرسوم التي تبلغ 100 دولار من خلاله للحصول على عضوية لمدة 5 سلوات موضحا ان الشياز المقابلة الشخصية عند الوصول للمطار سيكون جزءا من المتطلبات علما بانه من الممكن تفعيل البطاقة الخاصة بالبرنامج خلال 30 يوما من استلامها بعد الموافقة اكد الشيخي شام بن عبد الرحمن الخليفة ان العضوية في برنامج الدخول العالمي تضمن للاعطاء عدم الوقوف في طوابير الانتظار الطويلة حيث سيتمكنون من عبور الحدود الامريكية باستخدام اجهزة التحقق الالية المثبتة في المنافذ الخاصة بالمسجلين كما ستكون اجراءة التفتيش مخففة ولن تتطلب منه اي معاملات ورقية عند الدخول الى الولايات المتحدة الامريكية بالاضافة الى الاستفادة من مزايا الدخول السريعة المتوفرة في المطارات الرئيسة